ما كان أكون موازنة مدة موازنة راحتك ما نعرف مصيرها لحد الآن صحيح كلامك أستاذ أحمد لأن التداعيات والظروف التي بديت الفترة تنال دخول داعش احتلال أغلب محافظات العراقية انشغال العراق بحرب الإرهاب عدم وجود سياسة واضحة كان في ذاك الوقت بعد داعش كان في ذاك الوقت المشكلة هي أيضا على حكومة المالكة وتأخر التصويت عن مالكي واختيار المالكي ذا تذكرها يعني كانت لخ ذاك الوقت قضية سياسية ما لها علاقة قصدي قصدي صحيح كلامك قصدي معرفة مصير الموازنة وين راحت نشغل مجلس النواب بتداعيات الحرب على داعش لذلك ما عرفنا لحد الآن لا إحنا كشعب ولا البرلمان العراقي ولا أي حكومة سئلت عن هذه الموازنة مصيرها وين راحت الموازنة قبل عام 2014 من عام 2010 إلى عام 2010 وبذلك هاي سابقة خطيرة أنه يعني البلد الآن تختلفت الأوضاع لأنه مرحلة 2010 لم تعود هي مرحلة 2022 يعني 2010 كانت نفوس العراق أقل سعر النفط أكثر موارد المالية مختلفة الآن أكو أزمة اقتصادية أكو أباء أكو تداعيات كثيرة بالبلد وبذلك ارتفاع سعر الصر في الدولار هو جاء نتيجة لوجود أزمة اقتصادية وبالتالي إحنا غير مبالين أن تكون لدينا موازنة تذهب مثل موازنة 2010 ومنعروا بها كشعب لأنه حتى استياء شعبي من وصول كثير من محافظات العراقية إلى 40 إلى 50% تحت مستوى خطة ترجمة نانسي قنقر